حكاية الليلة أنا متأكدة لأنكم إذا سمعتوها ستبقوا كثير ضدو غير الله يسترنا حتى يسترنا الطراب حكاية الليلة ما بين أكثر الحكايات اللي صراحة ما قدرش لقالة المقدمة نهائيا ما قدرش كيفاش نوصف لكم حكاية الليلة وش جه الأم أو لا فساد أم أو لا قلة حيلة أم أو لا بزاف جي النقط اللي أنا حايرة فيهم ولكن خليني ما نتعطلش عليكم أكثر ونقول لكم ندخلوا في القصة باش أنكم تفهموا واتخدوا الحفرة منها غير هو كان نوعدكم بللي أنه النهاية دي لها الحكاية غادي تكون نهاية لي يا زوينة ورغم الألم والأحداث اللي غادي يكونوا في البداية ديالها أنا شاما تولد في واحد المدينة فين كانوا خدامين وليديا أما أصلي من جهة واحد أخرى في المغرب الأم ديالي منين كانت سن ديالا 8 سنين وهي كتخدم بشوية بشوية حتى دخلت للمعمل ديال الخياطة ومتما مشات المدينة وحد أخرى وبدأت كتخدم في المعامل وكتكبر حتى التعرفات على بابا بابا اللي كان مزوج وكان عنده ربعه ديال الوليدات زوج ديال الأولاد وزوج ديال البنات وكان عنده مشكلة معه مراته وحاجاته حد آخرين فاشتلاقى مع أماما أنا ذاك كان عندها واحد الوليد واحد الولد من إنسان اللي هو كان مجهول لأنه أنا ذاك قبل ما تزوج بابا كانت كتعيش مع واحدة أماما ذاك الولد اللي غادي نتج على علاقة غير شرعية في الحرام اللي ماما غادي تعطيه لشي عائلة وليومينا هذا لأم ديالي مما كتعترفش بذري ومحعملاش تفو عنده واحد الكره الشديد من جيته معارفتش حد القصة ديالها محاهل المهم فاشتلاقى بابا مع ماما قبلها بحلاكك كيف مما تايق بلاته بوليداته تلاقى هاك تفهمو وكتحن عليه حيث شمرت بابا كانت قارية وهو ما كانش قاري ذاك شي باش ديما بابيناتهم كانوا المشاكل هي ما شاء الله أستادة وهو خدام في المعمل شاف على العيالات وعنده المحل لديه ما فين غادي تعرف على ماما وغادي تزوجه وغادي يولده أختي الكبيرة لما طولتش وغادي تحمل بيا ماما وما تتقبلاتنيش فبدأتك تقلب كيفاش أنها تدر إجهاد ولكن بابا ما خلاهاش قلها هادا رزق جابولي نمو لانا مخصصناش ندروا بحلاكة غادي نتزاد وغادي مرض بابا وغادي يجيه السرطان حيزاش كانت يكمي وتتكرفسات معاه ماما لأنه كانت كانت تسافر به لواحد المدينة واحدة أخرى فين كانت يدير الحصص انتها الشيميو وكانت كانت تجيبه وما كانوش عنده الفلوس أنا داك وغادي ناس اللي كانوا تعاونوهم والكرا زائد زوج ديالبنات ليهم صغار طريبية وخصوصا حتى أنا كنت مريضة فجدرت 6 شهور غادي يموت بابا وبقول ماما زوج ديالبنيات كانت كانت تشد مساعدة باش أنها تقابلنا أنا غادي نزيد مرض وكانت كانت تجري بيا وما خلتني فين داتني ما كنش كان مشي لها كنت من داوي الهمام خلتني ماما بحل هكا حتى بدوك يكترون الملاحظات ديال عباد الله وباللي أنها خاصها بديني الواحدة الجمعية ديال داوي الهمام احتجت واحد المرأ شفتني وقالت لعرا بنتك شا ما لك شي حاجة سيري دا عند المرأة الفلانية را غادي تعرف لك شنو بها فعلا داتني ودواتني واللي تبي خير ماما تزد عليها الضغط بزاف وكتشوف راسها باللي أنا صغيرة وعندها زوج ديال بنيات وما عندهاش ليحن عليها وهنا غادي تدخل في علاقة مع واحد السيد في الحرام غادي تولد معاه بنية ثالثة هو ما بقاش كيبان وهي رحلات من ديك اللي فيها كانوا تعرفون الناس وكانوا تعاونونا وانا داك كانت تخلينا غير عند الناس مشات البلطة واحدة اخرى في ديك المدينة وكانت تخلص واحد السيدة باش تخلينا لها تل واحد النهار هادي السيدة مش تجيب الخبز مع أختي الصغيرة وغادي يخطفهم واحد الشمكار ماما تخلعات فاشتقت الخبار الدات الجندارم اللي بغضوك يقلبوا معها حتمشى واحد السيد وقال لها هاش كنت دالك بنتك مع ذك البنت اللي مقابلهم وشوفي ما شفتيني ما شفتك المهم في الاخير ماما جابت أختي وهنا فين قرارات باش انها تفرد تكلينا الشمل لأنه الفكرة انت عم بقوم جمعين ماشي في صالحة جابت أختي جمعت لها حويجها كامل هم وغادي تشدران ودتها عند أمي وقالت لي غادي نخليها عندكم شي أيام هنا حتى نقلب على الكرة ونرصي أموري ونديها أنا جمعت لها حويجي بدوري حتى أنا وأختي الصغيرة أختي لي موحد الأب لي غير معروف أنا ذاك كان عندها عام وأنا كانت عندها 4 سنين أما أختي الكبيرة رمشت عند أمي ماما غادي تجيب واحد سيد من البلد ديالهم ما عرف شنو كانت يجيها تلقت به في المحطة ودتنا ليه وجابنا عند مما في العربية ساعم دينا واحد أخرى عرفت باللي أنه كان أخوها ليه هو خالي أنا ما فهمت شعلش دات بحال هكا بقى عقلة بلي أنني فاضل لحظات ما بكيت شعل فرقها اللي عقلة عليه بالضبط أنني كنت في واحد البيت ديما كانوا تيسد عليها بقيت تاني كبير بشوية بشوية وانا ما تنعرفش ندوي بشلحة كانت كتضربني جدا إذا دويت بالعربية بزز باش تعلم ديك الشلحة كنت أنا كل عصا على أي حاجة واحد الوقت غادي ضرب جافة في المغرب والناس ما القاومي يأكلوا كان الفقر المدقع واخا كنا عند ماما صراحة كانت مول فنة بالياغورت البيض موات سيريلا كل حليب حي ديك الساعة كانت خد داما وكانت كتخلص علينا وديك الساعة كانت تاخد تخيله معي تلت مانين الفريال شي حاجة أنا ذاك لي كانت كتيرا والناس كانوا كيعرفون بلي أنا نيتاما فكانوا تعطونا كل شي وكانوا كيرفقوا بينا المهم أنا في البلاد أنا أختي صغيرة عند وليديها واحد الصباح غادي نفق على الرغوات مط بغيت نحل الباب ودخلت عندهم البيت حتى كان شوفهم بلي أنا هزين واحد يزيف بيض كيلويوح على شي حاجة أنا ما فهمت هوالو خالي جاي شدني مني يدي سدى ليه بستروت في ذاك البيت ودوك الديور القدام من تاع البلاد كانوا فيهم تقابي غادي نطلموا حد تقيبة وغادي تبالي أختي مسكينها مجبدة هزينها ميتة وملوينها في زيف بيض بقيت تام تكوتا نغوت وتنقول لهم عفاكم حلو عليها يا سبحان الله داز عندي ذاك شي بحال شي حول دفن أختي بلا ما يخليوني أنا نشوفها ولا نبوسها وداروا ليها صداقة ومن ذاك الساعة مرت خالي تبارك الله اللي ساكن معا جدا عندو تمنيا ديالبنات واللي ما كانوش خدامين كيصيبوا الحرار في الصباح وفي الليل كيحطونا الشعرية ما تقبلش هذك الجوع و هذك الجفاف جاعدوا واحد خالتي واحد نهار معا أولد خالتي اللي تكون عندو عشرين وواحد و عشرين سنة يلقاوني مريضة طيحة في الفراش أنا غادي يعيد طول أمي ماما وغادي يقولوا لها رابنت كماتت هاد ماما كان عند بالها بلي أنا لي مت قالت صافي الله رحمها حيث أنا لي كنت مريضة فكان عند بالها بلي أنا و أنا ليومنا هذا ما عندي صراحة سبب و معرفة على شها تختي ماتت واش نعسات و ما فقش واش قرصتها شي حاجة حيث يومين هي كانت تكتب كيليهم و ما كانت تسكتش و أنا ذاك ما كيلا طبيب ولا والو المهم أنا غادي نفق الصباح على أغواتهم الملفاجة تدخلتي معا والدها اللي عمرني ما غادي نسخيره إلى يوم الدين فشلقاني بحلاكاك جمع لي حوايجي هو و خالتي وقال جدا أنا غادي نديها حيث الشامة فشلقاني فشلقان Load خالتي الإمامة بحياذ اللي اقامتها و الحال어야ي جدا دقائما عن من ذلك والفقر اللي كان ضرب انا ذاك المغرب المهم هادي جيبنا هاد والدخالتي اوه كانت يخدم شي حاجة علاقة للحال كانت يشرينا الحويج من اول وجديد انساب شاب ما عندوش وتحيد من راسه وكيصرف علينا وكيمشي لخدمته غير بالبسكريتا ودي ما خسره ليه وارغم ذاك كان مهللي فينا ذاك بنت خالي غادي وصل وقت المدرسة ودخلها لها وانا ذاك انا درت ست سنين ووصل لعمر القانوني باش انا ندخل ابتدائي وماما عمرها مسورات عليا من جهر حطتني في البلاد حلت عيني على خالتي ووالد خالتي وانا سرق بالنسبة لهم كل شي كانت يخرجنا وإطلافنا ويشرينا وكانت يصورنا غادي شري صغير بدك يظور بيهنا وبنت خالي عشنا معه وخالتي ايام كانت زوينة ومقدراش ننساها عشنا معه وخالتي ايام كانت زوينة وما قادراش ننساها بدك يقول له هاد والدخالتي ليه خالتي عيط عالمها رمي ولقوا لي الخالي أنه يقلب عليها باش يجيبوا الحالة المدنية الشامة باش يقيدوني في المدرسة حيث ما يمكنش أنهم يضيعوني ونبقى قل صغير في الدار عيوم يقلبوا على ذيك الأم اغبر لي هالآثار كأنها ما كيناش نضت خالتي بدأت كتطلب في المدير وكتزوج فيه الله يرحم ليك الوليدين السي المدير هاد البنت راماشي بنتي ورامها ما كيناش معانا إلى ما آخري مع تفاصيل وحد أخرى والله يرحم لي الوليدين غادي دخلني بلا الوراق اللي صراحة كون بلا بي كون بقيت ضايعة دخلني المدرسة وولد خالتي هو اللي كانت يديني وكي يجيبني وكي يتناني مع وقت الخروج وكي يهزني وكي يعاودي يجيبني وكذلك ومثال كان يديني مع بنت خالي الأخرى مع كلنا صغرات وما كناش عارفين شي حاجة غادي نعيش أيام اللي كانت زوينة في دار خالتي تالواحد الصباح غادي نفق خالتي كانت عيطلية كان سمع الجماعة في البيت غادي نمشي نطل غادي نلقى واحد المرة بكرشها قلسة امه وحطت الباليزة دي لأحد رجليها غادي تجي عندي خالتي وغادي تقول لي يا سلمي أشامع لأمامك أنا كتبالي ذيك السيدة غريبة خصوصا وانا كنت في سن لي ما بقيش عاقل على ماما حدي عقلت على ولد خالتي ليصرف فيها الخير بقيت كان شوف فيها وبكل برود مشي تسلمت عليها فهذا اللحظة كان عندي إحساس باللي أنا وهذه السيدة غادي تبتلي حياتي 180 درجة من الراحة النفسية العقاد نفسية خاطرين ما ارتاحش لها تخيلوا جاءت الأم الماصونة بكرش اللي كانت حاملة بقيت لها غير ثلاث شهور وغادي تولد باش تبقوا عقلي معايا البنت اللولة اللي هي أختي شقيقتي أمي خلتها تخلت عليها عند عمي أنا جيت عند خالتي وللمرة الثانية أمي جاي بكرش حاملة اللي بقيت لها غير ثلاث شهور وتولد كانت عندها علاقة أنا ذاك مع شي واحد اللي كانت ساكنة معاه في الضرب لازواج فاش كبرت لها الكرش هزت رأسها وجات لعندنا جات عند خالتي جات وهي فرحانة بحيلا ما عندها شي بنات أنها تتولع لهم ولا تقول لها راني تتوحشتهم عندها برود عندها واحد برود اللي كان صراحة صبحان الله فشكل ما سلمت عليها ما قلت لي أجي عندي قلت كتشوف فيها حتي سلمت عليها ودرت عند خالتي قلبها تلاضرة وبدأت تجمع معها بالعقل ديال الصغر بغيث غير إيمتا نمشي نتفرج في تلفازة حي داد لنا ودخالتي وحد تلفازة اللي كانت صغيرة وكننا فرحانين بها في ذاك الوقت المهم غدي دقلس معنا دكتل تشهور دقلست حتى ولدات أخوية كفرمدان وغير في الدار خالتي لي ولدتها ذاك الطريبية لي هو أخوية هو ولد خالتي وهو اللي غدي يفرح به وغدي يشري لي لحويش حيث هي جت لعندنا ربانا خرقتانا الريال ما عندهاش ما عاروش أصلا حتى شكون قطع عليها حتى وصلت عندنا وما شاء الله كان مكلف به وكأنه هو الأب ديالو كان مكلف ليه بكل شي وحتى هو تاني غدي حل عينيه غير حلاء ولد خالتي وهنا فين غدي تبدأ المحانات ديالي بالعصة والغوات والعنف ديال الحباسة اللي أم ديالي أركبت فيها العنف وقبل ما كان مدرسة الصباح كانت قتلني بلعصة وما كانت خرجني حتى كنصب بندوك الحويش كيفاش غدي ندير مع البرد وانا عندي سباح سنين ثمان سنين وكانت ديما تتخصم مع خالتي تلوحد النهار لحت لها خالتي حويجة الزنقة وقاتلها سيري دعلي يا أولادك وخرجي وبطبيعة الحال غدي سيدينا معها خرجنا من عند خالتي وخويا عنده أنا ذاك ثمان شهور غدي تدوره في ظهراء وغدي تجرني أنا وفامشت كتقلب على الكرة بقينا غدي نفي واحد لابيس لي كانت طويلة وعمرة بطراب وانا النهار كامل ما كنت شوكلة بديت كانت ترخاليها وكان مشي بشوية ديك ساح كنت ممريضة وضعيفة وعلا قد الحال ما حسيش بوحد تصلي منين جاتني حتى بانو لي النجوم تحت فالأرض هساتني من شعري وقالت لي غدي تمشي ولا اليوم غدي نقيت لك هنا أنا بالخلعة صراحة ما قدرتش مازال حتى أنا نبكي سبعة بقى مصوري لي في وجهي ودني بقى تقدير لي الصوت لمدة طويلة بقينا غادين حتى لقيت الكرة في واحد البلاصة وكرت فيها وبدأت تخلي لي أخويا وانا عندي 8 سنين ما عرفش كيفاش نقابله ولا حتى نقابله راسي وهي بدأت تخرج بالليل مع العيالات خرجت على الطريق وتعرفت على هذا وعلى هذا ودخلتي ما هناش خاطر علينا فبدأ كيجي من ذيك البلاصة وكيجيني المدرسة اللي كانت بعيدة وما فكرتش ممي أنا حتى باش تدير لي انتقال فبدأ كيجيني وكيجي بني الدار عند ممي ولا بعد المرات ما كتسولش علية كان بات عندهم وانا كانت كتجيني من الجنة والناس كانت يعج مني أصلا أنني نبات عند خالتي كانت عندي أنا ذاك هي الجنة والمأمن ديالي تلقى عندها الأمان والراحة وهذا خالتي مسكينة صراحة ورغم ذاك شي كامل عمرها ما أخوت فينا الحقد ديال ماما فينا كانت ديما مهاليا فينا مع المدة الأم ديالي الماسونة بدت تخرج وقدت خليني غير أنا وخويا ببحدنا واحد المرة مع العقل ديال الصغر غني نهز البريكة بدت تلعب بها وشعلت لي العافية فالخامية تخلعت شديت خويا عنقته بقيت غير أنا وياه جاب الله طفت ديك العافية الرأسة من الرحمة ديال مولانا أما كنش كانت شعلات فينا وما كان ليجي بخبارنا كنت أمشي المدراسة فيي النعاس واحد الأستاذ الله يسمح لها كانت كتعصيني العصار اللي كنت ناخد من عندها مو حالة واش خديثة حتى من عند ممي ما كانت تحمل فيها ولا وشعر وكانت معدي عليها لوحدة رجالي كانت كبيرة كتبدأ حتى أنا أضحك فيها تلامت وفاش كتتعرض لي يا ماما كتبقى كتقول لها أره بنت كدارت وفعلات أنا صافي تعقدت ماما ومدراسة وكتشدني ماما وكتبدأ تسلخني وكتصرف قفية المهم كبرت بالعصة لمدة سنين تخيلوا معاي فاش كنت 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 ندخل أنا وليا الكوزينة كنت غير إذا دارت تنزل الموس وكيباليا غير أنا نطد نقشي فيها نتقتلها نتهنى منها ونمشي نعيش عند خالتي حتى ما بغيش نعيش معها والمشكلة أنهو ما عندناش حرية تعبير أنا كتقولي شي حاجة وإلا غادي تقتلك عصا واحد نهار قال لي يا راسي هزي خوك وصيري هاربي فعلا عندك شي لقدرت فقط صباح هزيت خوية ومشيت عند خالتي وقلست عندها ونسيت أصلا وش عندي شي أم حتى لذيك العشرات ديالليل جات مامي كتدق في الباب وكتريب في ذاك الباب جمعات بنادم على خالتي قاروا لي يا بنتي اديتوا لي يا بنتي خلت لها خالتي طارت علي وشدتني من شعري بقى تجراني ولد خالتي وخالتي كيجروني لعندهم حتى أوليت كان حسب لي أنا وشعري راتار لي ينبلصوا اداتني للدار وهلكتني بلعصا جمعت لي حويجي وقات لي يا بغى خالتك اه بغيت نعيش معهم ما بغيت كشنتي فعلا جمعات قاع الحويجي يالي واداتني عند خالتي وولدها وقلست معها شوية وحاوض رجعتني ثاني فاش رجعتني كانت خليني عند السيدة اللي كانت كاريالي كانت متسلطة كانت تصيب رغضا وتروون الدنيا وتعطني الكرسي وتقول لي سير يخسلي لي وانا غادي نشد لك خوك اولا كتطلع خوية تسدع لي فوحد البيت وتقول لي اجي سيقي لي اجي ديري لي طلع لي هذاك شي صراحة مفراس تلوحد نهار قلت لي ها اراها فلانا ماما عشنو كتدير فلغياب ديالك قلت لي انتي اصلا غير كتكذبي باش انا كيتمشي لعند خالتك وصف مبقى ما نقول بقينا عايشين بحلاكك كارين عندك المرة اللي كانت كتطلعنا لعندها بقينا بحلاكك المدة وعاودوا رحلنا لبيت وحد اخر في مديتك نعقل شي شوية خويا بدتي تتمشى وانا اللي كنت كانت ديال الراود ومرة مرة والخاتي هو اللي كانت يجي لعندنا كيخرجنا يدينا لبحر ويديرلينا كل شي ومن ناحية الماكلة والحواج كانت مهلية فينا ولكن ماشي ديك الام اللي كتفق مع التمية ديال الصباح او لا توكلك ديك المدرسة حدا كتعطاني الصباح خمسة عشر درهم ودقول لي سيري كلي اللي يعجبك ما كينش الفطور عندنا في الدار او لا بعد المرة تكتبت في شي بلاسة وتجي مع الخمسة ديال الصباح وتنعس وما تفيقنيش للمدرسة واذا في قاتني كتكون بلاسة كان مشي بلا ما نغسلو جهي وكان مشي تنجري لديك المدرسة ويقول لي المدير ويجيبني غير بالبكرة واحد شوية شراء مطور ويجيبني واحد الاستاذ اللي عمر لي الدار ما نفضلوش على وشكه تخيلوا معي انه مرحلة الابتدائي ديالي كلها هو اللي كانت يجيبني فيها وكان يجيبني عند مرته اللي كانت تزيد لي ساعات اضافية كنت كنلقى سبحان الله الخير في البراني وما كنش قلقى في ممويمتي اللي ولدتني اللي كانت قعمة سوقة لنا النهار اللي عندنا في العطلة كانت تدعينا بالساروت واذا جنا الجوع راح اطلنا الخبز والحليب هذه هي الحياة والطفولة اللي كانت عندنا هادشي كله مبغى شي تنسالية ما دارتش علاش اننا نشكرها هاد الام ولا نتفكرها عايشين غير في الدل والوسخ واخي بمرحلة هي اللي غدي نحكي لكم دابا تخيلوا غدي نقول لكم اقدر حاجة اللي تقدروا تسمعوها اليوم ولا يمكن حتى حياتكم كاملة تنكونوا ناسين انا وخويا حتى كنسمعوها اعزاكم الله متخلاشي حد دماغا بتفاصيل اللي مقززة اللي نحكي من قولها لكم كنت كان شهد عليها وعلى كل شي اللي كدير ومعمرني من نسى حياتي كاملها أعزاكم الله أعزا قذركم ذوك الرجلي الخانزين ديال ذوك الرجال اللي كتجيب معاها الشمكارة المحفونين تخيلوا كنا غير في بيت صغير اللي كارينو وكنت كان نعسان وخويا في صداري وهي كل مرة كتجيب معاها واحد كتنعسو في صداري وحد اخر وانا ذاك الساعة متنكونوش ناسا كنت تنشاهد على التفاصيل كلها اللي ربت فيها عقد من جهة الرجال الضرجة انهو طلعت الاعدادي وانا متندويش مع الضكور واذا قلس حدايا شي حد تنحس براسي بحيلة باغي نرجع سنكبروا بحيل هكاك معاش لا تفاصيل اللي وما مقززة المهم ماما من جديد ستصلح مع خالتي وولد خالتي اللي سيمشي لمدينة واحد اخرى وما بقيناش لقينة اللي يفوج علينا حتى شدود خالتي مش هدبر على راسه في بلاسة واحد اخرى فهذا الوقت هو هدبر البنت خالتي اللي هي اخته على عريس وانا تخالتي قالتها الختالي هي امي وقالت لها سيري قلت سيلية في الدار حتى ننجي ناط ماما تلقت الكرة لها جمعتني نحوي جاتنا ودتنا معاها وعشنا في دار خالتي اخويا غايقرة في نفس المدرسة اللي قرأت فيها البتدائي وانا انا ذاك كنت في السابعة اعدادي قد المرحلة ماما كان طاري لها مشكل كانت حاملة مرة اخرى ولكن معا من الله اعلم انا كنت عارفها انها كتخرج مع الرجال كنت كتلبس انا ذاك واحد البنوار اللي كنت كتخبي به كرشا ومعا انا كنت كبيرة شوية فكنت كان عارف وعيقة بها حتى جديك الساعة ادتاد العنف كثر من جهتها وكانت تنفيق بالليل وكانت ترجع اعزاكم الله وما كانش خدامه كنا كان فترو كانت تغدى وغير بشارية وكانت صفتني سري عند فلان اعتك 20 درام اعتك 50 درام وانا في مرحلة اولى من المراهقة ديالي ما كارداش انا نمشي عندش حد حيث كاللي كيبغي انا ويشدني بزز كاللي كيبغي تقرب مني وكاللي كيغمزني وانا كراهت الحياة لدرجة انه ما تقدروش تصوره كيفاش وكانت تصفتني وكانت تقول لي هلا كتوكلني اللعصة وتقول يالله سيري بزز منك كانت تصفتني عند واحد خينة اللي صراحة كنت تشكى انها كانت حاملة منه تخيله 19 شهور وهي مخبية في الدار عمرها مخرجات حتى الوحد الليلة اغادي يشد فيها الوجع صفتني انا ننضو الخالتي باش انا اتجي ونقول لي ارى ماما شده الوجع ديال المصران على اساس انا راني زعم ما فهما والو المهم شدت ولد لمدة ثلث ايام ورجعت ببحدة وانا بقيت كنقلب فينا هو هاد البيبي غادي تنطق اراني فتحت مصراني وانا عارفة بلي انا ولدات وعطت ديك تربيعة وثانية شي حد حيث كنت سنسمعه واحد نهار علاق فلاكا دقول لواحد السيدة راني ما مسميهاش سولتها لاخره وش ابنية اعطتها لديك المرأة تخيلوا لي يومينا هذا عمرني ما واجهت امي بهذا الامر ولا واجهتها باللي انا هوراكي وردتي وعطيتها واللي تغير غادا وكان زيد نحقد عليها حيقد فوق حيقد انا ذاك كان تيباليا حبلد الناجات ديالي وهو انا نقرأ وكان المتنفس الواحد ديالي وهو انا نمشي المدراسة كنت منا نقرأ بالليل وبنهار ومنجيش للدار اما النهار ديال العطلة الناس عايشين حياتهم وانا كدوز عندي مكفسة حيث اش تنعرف بلي انا وكانت تعنف فيها وكان ولي خدامة واخا كانت عندي خمستاش ستاشل سنة ولكن صحتي والهيئة ديالي كان ديال واحدة عندها عشر سنين المهم جدخلتي عوتاني وبغات دارها وخرجنا كرينا في بلاصة واحدة اخرى والتعرفات على واحد الخطاف وبدأت كدقلس معاه هذه الام ديالي بتلسيام بربع ايام وما كانت تجيش للدار واشواكلين واش شاربين واشواق عليهم شي حاجة نهائيا حدا كانت تجي وكانتجي بلي الحويج ديال داك الخليل ديالي كانوا خانزين عزكم الله ودقول يا صبريهم ليه تخيلوا معايا صبرت معاه حيث كنت تنقول ما عندي ما ندير غادي خستنين صبر بقات معاه ست سنين حتى نهرت زوج وفاشتقت الخبار بغات تحمقه مشتلي الشوافات بارتليه مشاكيل ما خلت مادات ضربت معاه مرته شوهاته حتى ولينا احنا مشوهين ولينا في قمة الحقارة والدل وكنت من النوع اللي ما تيرضاشو تنقرأ وتنذير الزيف ديالي حجاب يدرتم من قناعة عمرها اصلا ما تتوقعش ليها انسات ولادها شركة بمولانا ما تتوضى ما تتصلي ثم ما فيه غير ذاك خينا والكلام المسخ يعني كيفاش حنا غادي نخرجوا ليها ذاك ساخوية كان املو هي انا كنت انا امو وانابا كنت كانت دير المدرسة وكنت انحضر لشي اجتماع ايداد دار في المدرسة انا اللي كنت كان حسن ليه وانا اللي كنت مهتمة بادق تفاصيل ديالو والناس اللي يرحم ليهم الوالدين كانوا كي يدوروا معايا الخدمة ما تلات شبا غا تخدم واللات كتتنا غير امسا اشي حد يعطيها مية ولا ميتين درهم ولا شي واحد يخلص ليها لكرة ونبقوا احنا ميتين بالجوع انا محمرني ما فهمتها فاش ما تبا خليليها رزقها وبخدمتها وخلطها اللي كانت مزيانة ولكن رفست الدك الخير برجليها واخترت الطريق اللي ما عندها حتى شي تخرجها وضيعت فيها حياتها وضيعتنا معاها ما هي تبتكي في الناس ما دارت ضرها ما عاشت حياتها ما دارت علاش ترجع هاي عندها دي شوافة وهاي عندها دي اذا خدمتش نهار ما كتكملش في ديك الخدمة اذا كنت لها مامرة خاصنا من ناكله المقول الشي هيرا ديالا نضيع الرعي لك تافك المهم انا ما شديد دك الباك ديالي حتى اغفر لي الله به الذنوب عانيت باش شديده ما كين اللي يدعمك ما كين اللي يعاونك وسط المشاكل والفساد والضوماكينش اللي كانت تقطعوا علينا مولاد دك البيت حيات ما ما بخاش تخلص لها ولكن الحكمة ديال مولانا انا كنت كان نوض مع السادي الصباح وكان مشي حضاء البحر وكان انقلس كنحفظ من بعد ما شديد الباك ديالي غالي نطلع للافاك باش انا نقرأ القانون هاد المدة كلها انا نسيت واش عندي شي اختي اللي كانت تكبر مني بشي عامين وهي كانت عاقلة عليها وعلى أختي اللي ماتت وكانت ديما كانت تقول لعمامي اللي بقات معاهم اراها عندي زوج ديال خواتاتي تر واحد نهار امي مشات عند عمامي باش ماشي تقلب على أختي او لا تسول فيها ولكن باش تقلب على الحالة المدنية باش انا تطيب لها شي وراق حياتش كانت بغا تخرج للاوروبا باش عنا تخدم في ذاك شي ديال فلاحة مشات عندي اختي شافتها لا بس بخير بحيلة ماشي بنتها ازدت الوراق وزدت خلفها كأنها ما كتعرفهاش فجت مي جابت لي معها تطور انتها اختي وقاتت لي هاي اختك انا جاتني الصدمة بقيت كنقول ليها لا نرى اني عندي غير خوية فلان جابت معنا النمرة ديال عمي على اساس انا وشي نهار غادي تصفتنا وغادي نشوفها وهديك صراحة هي الحاجة الزوينة اللي دارت في حياتها غادي وصل الصيف وقاتت لي هاي اعطي على عمك وهو اللي غادي يصفت لك الفلوس ديال المركوب واحد عمي لما عمرني ما شفته ولد ويت معاه غادي النط انا ندوي له كمتتها فقل بوقت له الله يرحم لك الوليدين عمي لما صفت لي نجي نشوف اختي محش منيش ربي وغادي يصفت ليدك عمي وطلقى لي وداني ودوزت مع اختي شهر ديالة رمضان اللي عمرني ما ننسى تعرفت على اختي وعلى بنات عمي وعلى ولادهم وخاكك عمامي ما تقوش فيها شكوب لي انني تنكون تنشبه الماما في فساد ديالة لانه طبيعي تربيت وسط داك الجو وخا ما كنش بحالها تناقشت معهم ومع اختي ورجعت في حالي مقلقة تقيدت في الجامعة وبديت نقرأ واحد ستشهر وغادي عيط لي عمي راختك دوجات بلا ما عيطت لينا ولا عرضت لينا بكيت حتى شبعت وبقى فيها الحال بزاف لان اختي كنحبها من كل قلبي من بعد راجلها فاش عارف القصة انه امي امها وانا اختها مع تفاصيل اخرى قال لي هاللاوالو ضروري انا كيتشوفي امك وتتمحي معها حيث كانت تبقى امك وخا يكون اللي كان غادي يجيبها اللي عندنا وفرحت بزاف وابتداءا من هاد اليوم كل عيد كبير كانت كتجين ناختي البلاثة اللي كنحنا ساكنين فيها كانوا شي ناس اللي بناتهم قاريت معهم من ابتداء وعندهم ثلاثة ديال الولاد اللي الكبير فيهم كان صراحة انتي عجبني مرة مرة ولكن ما عمرني مدرتوه في عقلي واحد نار اولا غادي اللافاك كان تضراني رجلي اللي كانت تكتموت علي مرة مرة وكان بقى جراها كان شافني خارجة مع السبعين تاع الصباح كان عرج وكان انا ذاك وهو اللي غادي الخدمة تكون في عمره شي ستا وعشرين سانة غادي يوقف ليه بالموتور دياله وسوّلني واشا شاما غادي لتحت قلت لي ايه قال لي طلعين وصلك ما حشمتش ومشيت معاه لانه كانت عندي نساعة في واحد طوالة قبل ما نوصل للبراكا ديال حطني موشى وما عنديش باش مشي لان امي وما كتعرفنيش بريال كانت تقاتل غير باش نشد كلابورس نتع الجامعة وانتقرطط بها في العام وفي الصيف كنت نخدم عند واحد العائلة اللي كنت نقابل لهم ولادهم وكانوا معاونين معايا سبحان الله عمرني ما تخصيت رزقي من عند الله كانت يجيبوا لي حتى امي المهم بعد ما وصلني ذاك الشاب في العشي غادي صفت ليه في فيسبوك كوكو السلام لا بس ضغي اهدرت معاه ضغي اهدرت معايا لغد لي غادي انتقى ومشي ناجهة البحار وتعرفنا على بضيتنا وعمره ما تبس لعليه ولا قال لي شي حاجة خيبة ولا انت بنت فلانة ولا فعلة ولا تركها بالعكس كانت يحتر مني انا كشخص عامين وانا وياه اصدقى لا اكثر كانت تلقى عادي تعود ليه وكان عود ليه وشي امور لي كانت تسطحيين اذا ضررني ولا كي وصلني الجامعة بقينا بحالة كتر واحد المرة بديت كنسمع راشامة كتدوي معها فلان وكنت انا ذاك مصاحبة مع اخواتاته كان امشي عندهم البطار وعمرهم ما عارفوه باللي انني كنت تدوي معها فبديت كنسمع من عندي بضلة في صنقاب اللي انا امتي يقولوا باللي فلان را غيرك يضحك عليها وواش ولد فلان غادي تدي بنت فلانة لما خرج الطريق وفعلو تركها انا امرت في حياتي المهم كثر اللغة مشيت اللي عندو وقلت ليه اهنا غادي نحمسو واش نتناوي المعقول ولا غير كتفلة واذا نيتك شي حاجة احد اخرى انا راني بغيت نعرفها قال لي صبر معي غير شوية شاما را ما عندي لسكنالاوالو ياك اي وصافي ريحتني بهذه الهضرة اذا كانت هذه هي نيتك قلت لي على الاقل اجي دوي معه ماما حيش كلش اعرف خبارنا السيدة اللي احنا كارين عندها مشت عند ماما وقلت لها رافلان تخرج مع بنتك شاما هذه السيدة اليوم راه ماتت الله يرحمها جاءوا عندي ابنتها تطلبوا مني انني باش نسمح لها لانه كانت تكترش لي السحر قدام الباب وجميع المبيقات كانت تقديرهم لي قدام الباب وهذا شي كله بسبب انها عرفت بلي انني كان دوي معدك السيد انت على العائلة الفلانية كانت تتابعاني عليه علما انه وقع ابنتنا ذاك كانوا مزوجين ما عرفش عيش كانت تقدير بحلاكة ضررتني في صحتي لدرجة كبيرة ما بقيش كان حملها كان هدولد الناس اللي عمرها دار كانت يديني دير رقية مرة في السيمانة وكي خلص عني 150 درهم تبريت وليت شوية وقلست عند صاحبتي وقلت لممي بلي ما تليش غادي نحط رجلي تم اذا بغيتي نقلبوا على الكرة في بلاة صوحة اخرى مرحبا فتفقنا وكرينا في بلاة صوحة اخرى وبعدت على الدار انتحاد الصديق وما بقيش كنشوفوا لهو ولا اخوتاتو وقلت اصلا هم كانت تفادهم حيزاش او لو كيبغيوا يعرفوا اخبار اخوهم مني انا خاتي نسبت عنهم بمرة واحد منها صخن عليها راسي وعاودت لها كل شي لما تكلخت ندرت لي المشاكل وكتغوت لوانو قولي لي داب هادتي فلان يجي لداركم وانتي غير مزندقة وخرج على الطريق درت لي الشوها وضربتني ضربتني وانا واصلة مازال الجامعة خرجت من الدار ومشيت عن صاحبتي ثلث ايام ما بقيتش بغا تخدم ولا تخلص الكرة والتي كانت تكمي وكتجي بصاحبتها مع هات اما انا عيت من الشوها وهاد الحالة وكانت انه انا ولي يجود علينا حتى الواحد النهار اغلي ندفع السيفيات ديالي في مدارس حرة وقبلتني واحد المدرسة ورقيتهم غادي يخلصوني انا ذاك بحشرين الفريال اللي كانت انا ذاك بني سباليا شي حاجة اللي هي مزيانة غير هي عرفتني باللي انا نخدمت خرجتها مني انا ريخسني ندير كل شيء والتي غير زيدة نهم فوقهم والتي كان نجي لديك الدار وكانت نفقش انه نهرب منها والتي تنقلص غير عند صاحبتي اللي يبعو لك يقول لي يا مسكين خصنا نزيدك في حالة مدانية كانوا ناس طيبين وكان عندهم جو عائلي اللي تحرمت منه حياتي كاملها المهم حلفت ماما انها تمشي للدار انتحد الصديق ديالي وتبرى منه باش انه يعطني اتساع واذا دارت هاد شيء غادي داري مشكل كبير معاه وهو غادي دار بالنقص انه يدخل على قبل في شيء مشاكل اللي غادي يوقع غادي نعرفه غادي ان شاء الله لانه الجزء ديال اليومة طوي شي شوية وانا عيت وما زال ما اكتبتش الجزء الثاني ذاك شي باش غادي نخليه لكم غادي ان شاء الله ما كراش نعرف الاراء جيركم شنو غادي وقع في النهاية ديال القصة اللي كان وعدكم به غادي تكون شيء حاجة اللي هي زوينة دمتم في رعيت الله وحفظين دمتم إذا عشبكم محتوى سلام سلام اشتركوا في القناة